طالما انت فتحت الفيديو ده يبقى انت مية في المية عايز تسافر او بتفكر في الصفر وانا ببشرك ان انت فعلا في المكان الصح لان الفيديو النهاردة جاه يسهل عليك موضوع الصفر ده خالص يعني لو انت ما عندكش اي خبرة في الصفر فانت هتخرج من الفيديو ده عارف كل خطوة تعملها هتكون ازاي لان هكلمك عن الاجراءات اللي انت محتاجة عشان طلع جواز صفر تسافر به وهكلمك عن ازاي تسافر باقل الاسعار الممكنة وازاي كمان بعد ما توصل توصل تحجز في فنادق او هوستلز رخيصة ما تكلفكش كتير لا وكمان هعرفك على احسن الدول اللي انت ممكن تسافرها بالجواز الصفر المصري واكلمك ازاي تسافر سياحة مجرد فصحة وازاي تحولها للشغل بعد كده وفي حلقة النهاردة كل المطلوب منك عشان تسافر هو جواز الصفر بتاعك وبس مش بقولك انت في المكان الصح فعشان تعرفوا اكتر يبقى لازم تتابعوا الحلقة للنهاية انا طريق صادق وانت منورني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد معاكم طريق صادق بفكركم ان احنا هنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط خالي من كل الكلاكيعة فانزل دلوقتي على طول وعمل لنا لايك ولو اول مرة تشوفني لا تنساش السبسكرايب بتاعك فيديو النهاردة يعتبر تكملة لفيديو عملته قبل كده عن ازاي تسافر برا مصر ببلاش والفيديو ده كان من اكتر الفيديوهات اللي نجحت عندي في القناة واجيلي عليها تعليقات كتير جدا وبما اني لقيت الاقبال عندي كبير جدا عن الناس اللي عايزة تسافر فانا عملت لكم الفيديو ده علشان اعرفكم احسن طرق تسافروا بيها وهوفر لك كل حاجة وهديك كل المعلومات اللي انت هتكون محتاجة ولخصلك الموضوع في حوالي خمس نقاط بس في الله بينا ندخل على اول حاجة لازم تعملها لو عايز تسافر بارخص الاسعار وانت ما عندكش اي خبرة طالما انت ناويت تسافر يبقى انت لازم يكون معاك جواز صفر فلو انت دلوقتي مش معاك جواز صفر ازال تطلع جواز صفر وهيكلفك قد ايه وايه الاوراق المطلوبة منك بص يا صديقي عشان تعمل جواز صفر لازم تتوجه على طول لمصلحة الجوازات الموجودة في المحافظة بتاعتك يعني لو انت من اسكندرية هتروح مصلحة جوازات اسكندرية لو انت من القاهرة هتروح مصلحة جوازات القاهرة وهكذا ايه هي بقى الاوراق المطلوبة منك عشان تعمل بصبور بطاقة رقم قومي سارية يعني تكون لسه تاريخ الانتهاء بتاعها لسه مجاش ولازم يكون سنك فوق 16 سنة لو انت هتطلع بصبور لنفسك بقى وتبقى انت اللي هتسافر بنفسك وكمان لازم يكون معاك ثلاث صور ملونين اربعة في ستة والخلفية بتاعتك تكون بيضة ولو البطاقة بتاعتك مش واضح فيها المؤهل الدراسي بتاعك يبقى انت لازم توضح المؤهل الدراسي بتاعك يعني هتكون محتاج شهادة قيد دراسي من الجامعة بتاعتك او من المدرسة بالنسبة للبنات لازم يكون معاك اثبات حالة اجتماعية يعني انت هل انت متزوجة ولا لسه عزباء عزباء صح عزباء ولا اعزباء مش عزباء اعتقد عزباء وبالنسبة للشباب لو انت سنك فوق 19 سنة يبقى انت محتاج اوراق تثبت موقفك من التجنيد هتجيب كل الاوراق دي وهتطلع على مصلحة الجوازات بتاعتك وهتدخل وهيقابلك ناس هتديهم الورق ده هيراجعوه وظبط هيمضلك عليه هتروح لشخص تاني الشخص ده هيراجع على الاوراق دي وبس يا سيدي الكل اللي انت محتاجه هتدفع 350 جنيه او 400 جنيه دي المصاريف اللي انت محتاجه عشان تخرج جواز صفر وبعد تلات ايام هتروح عشان تستلم جواز الصفر بتاعك والف مبروك كده انت عندك جواز صفر وممكن تسافر به تاني نقطة او تاني خطوة معانا وهي للشباب بس لو انت ولد يبقى انت مطلوب منك حاجة من ثلاثة يا اما تكون طالب او مخلص الجيش بتاعك او معندكش جيش اصلا يعني ما تبقاش انت في الوقت اللي انت مطلوب فيه للخدمة العسكرية وتقول انا عايزة سافر لازم تبقى حاجة من الثلاث حاجات دول عشان يطلع لك تصريح بالصفر غير كده فما ينفعش تالت نقطة معانا بما اني بكلمك النهاردة عن ازاي تسافر بارخص الاسعار وباسهل الطرق يبقى انت لازم تسافر دول من اللي بتدخلك بجواز الصفر بتاعك بدون تقشيرة عشان الدول دي بتكون اجراءاتها سهلة جدا ومش بتحتاج فيها غير جواز الصفر بتاعك الا مثلا دولة او اتنين بتكون محتاج فيهم حاجة اسمه تصريح امني ودول مش دول كتير هما دولة او اتنين حرفان بالعدد يعني دولة زي السودان مثلا ودولة زي فلسطين دول ممكن تدخلهم بجواز الصفر بتاعك بس لازم تروح وتطلع تصريح امني يعني انت رايح ليه انت مسافر للدولة دي ليه بس كده يعني الموضوع حتى مش صعوب اما الدول السهلة اللي انت ممكن تسافرها بجواز الصفر بتاعك ومش محتاج لها تأشيرة فهي دول كتير جدا 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 دول زي ماليزيا واندونيسيا والاوردن وايران وهون كونج ممكن انت بنفسك بعد الفيديو ده تبحث عن الدول اللي انت ممكن تدخلها بالباسبور بتاعك بس عشان هما دول كتير جدا وتأكد قبل ما تسافر انك تتأكد هل الدولة دي لسه ممكن تدخلها بالباسبور بتاعك بس ولا لا لانها بتتغير من حين لاخر يعني في دول ساعات بتفتح سنة او سنتين بدون تأشيرة وفي دول كانت بتبقى فتحة وبتقفل فجأة فشوف الفيديو ده معمول امتى وراجع الاول البيانات دي ممكن تكون اتغيرت في الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو ده ولو انا هرشح لك دولة او مكان تسافر لي اول مرة فان هرشح لك اندونيسيا تحديدا جزيرة بالي المكان هناك رخيص جدا 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 وكل اللي راحوا بيشكروا فيه ولما جيت اشوف الاجراءات بتاعتها سهلة جدا ومش هتكلفت كتير ولما دخلت وبحثت عن الاسعار لقيت الاسعار في متناول الجميع حرفيا غير انك ممكن تسافر هناك سياحة عشان تتبسط بقى بالبحر والخروجات والشوبنج والدنيا الحلوة دي وممكن كمان تسافر كشغل يعني انت تبق انت رايح كسياحة اسبوع او اتنين في الاسبوع او اتنين دول انت بتنزل بتدور على شغل فعلا وبتزبط لنفسك شغل عشان تلاست امورك كده زي ما بنقول وترجع مصر تزبط شنطتك تزبط حاجتك تزبط جواز سفرك ودنيتك وتسافر هناك تشتغل فانت ممكن تبدأ الموضوع كسياحة تروح هناك تاخد كده فكرة عن المكان والشغل وكل حاجة وبعد كده ترجع تزبط امورك وتسافر هناك كشغل بقى طب تمام يا طارق انا دلوقتي عرفت المكان اللي انا عايز اسافر ليه ازاي بقى يا طارق اسافر بقى قل الاسعار وتسكارة الطيران بتاعتي زهاب وعودة ما تكلفنيش كتير ده هيودينا بقى للخطوة رقم اربعة لو انت عايز تسافر وتحجز تسكار الطيران بقى قل الاسعار يبقى انت لازم تستخدم موقع من المواقع اللي ظاهرة دي وبالمناسبة اي موقع هكلمك عنه النهاردة هسيبه لك تحت في الديسكريبشن انزل تحت الفيديو كده ودور في الديسكريبشن هتليني سايب لك كل الروابط والحاجات اللي انت محتاجة في الفيديو بتاع النهاردة هتدخل على سبيل المثال لموقع زي سكاي سكانر في الموقع ده بتحدد في المكان اللي انت هتسافر منه هنقول مثلا مطار القاهرة وكمان الدولة اللي انت عايز تسافر لها وبتحدد مثلا ان انت مقرر تسافر مثلا في شهر سبتمبر في شهر تسعة فالشهر ده ايام كتير فانت بتحدد الشهر كله وهو بدوره بيحدد لك سعر كل يوم فانت لو مش مربوط بمعاد معين شوف ارخص يوم في الايام ده ايه واحجز الطيارة بتاعتك فيه لانه بيجيب لك عروض كتير جدا وخيارات كتير جدا انت بتختار منها انسب حاجة ليك كسعر وكجودة لانه هتلاقي مقسمها لك اقل سعر واعلى سعر وهتلاقي مقسم لك كمان احسن جودة يعني انت ممكن تلاقي سعر كده في النص ويكون هو احسن جودة وبتحجز تذكارتك يا سيدي وكده يبقى الف مبروك انت معاك جواز صفرك وكمان معاك التذكاره عشان تسافر بس كده فيه مشكلة يا طارق انا تمام معاك جواز الصفر ومعاك تذكاره وقدرت يسافر المعيشة بقى هناك مش انا محتاج مكانة باد فيه يا طارق مبارد الفلوس مش هتبقى قليلة ما بأجر مكان اعيش فيه فتعمل ايه بقى كحاجز مكان تقعد فيه هي دي الخطوة رقم خمسة الخطوة رقم خمسة وهي انك تحجز فندق او مكان تقعد فيه في مواقع كتير بتساعدك في الموضوع ده واهمهم المواقع اللي تظهر هنا المواقع دي بتوفر لك فنادق او حاجة اسمها هوستلز لو انت متعرفش ايه هو الهستل فالهستل ده تقدر تقول كده قوضة بيحجزها اكتر من شخص وممكن من حظك ونصيبك تروح المكان تلاقي مفيش حد حجز في اليوم ده غيرك اللي بيميز الهستل عن الفندق هو ان الهستل ده بيكون اسعار قليلة لانك مش اخذ القوضة لوحد وبيكلفك مثلا دولار اتنين دولار يعني ارقام قليلة جدا يعني انت لو هنا في مصر عشرين جنيه مثلا في الليلة وده بيكون ليك فيه سرير وبيكون ليك خزنة معينة بتقفلها بمفتاح معاك انت بس بتعين فيه كل حاجاتك وده بيكون فرصة عظيمة جدا انك تكسب صدقات وتتعرف على الناس كتير وبالمناسبة ما تستغربش لو انت روحت هستل لقيت القوضة اللي انت حجزها صبيان مع بناتك الموضوع عادي هناك في بعض الدول وانت طبعا من حقك تختار اه انا ممكن ابيت في مكان زي ده او لا المهم يا سيدي عن طريق المواقع اللي قلتها لك اللي اصطreet threscription بتلاقي فناديك كتير في المكان اللي انت عايز تروحه وبتلاقي hostels كتير في المكان اللي انت عايز تروحه ابدأ خش وشوف الصور وشوف الاسعار وشوف جودة المكان وشوف الريفيوز اللي كتبتها الناس عن الاماكن دي ساعاتها هتقدر تحدد المكان المناسب ليك اللي انت ممكن تعيش فيه في الفاترة بتعتك في السفارية دي لو عندكوا اسئلة عن الحاجات اللي انا قلتها او عندكوا اسئلة تانية عن السفر اكتبوا لي تحت في وطبعا بفكرك لو لسه ما عالتش لايك للفيديو ده انزل لله تعمل لايك ولو اول مرة تشوفني فعمل سبسكرايب لاني هنزلك فيديوهات تانية عن الصفر وطرق الصفر ونصايح عن الصفر وكمان بنزل كورسات ومنح وتطوير ذات لو انت مهتم بالمجال ده برضو اتمنى تكون حلقة نهاردة عجبتكم واتمنى كون قدرت افيدكم باي حاجة اتمنى شوفكم في سفريات تانية كتير ونتقابل برا مصر كلنا كده في سفريات ونتبسط واعرف ان انتو سفرتوا عن طريق الفيديوهات دي عشان اتبسط جدا 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 وحس ان انا قدرت افيدك باي حاجة كان معاكم طارق صادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته